العكسية بتاعته ولا غط على الرجل وسبب مكانه كان فاضي وكمان بعد كده الرجل اللبيب قدر بعد يتلعب ويختف الكورة من أخطاء كولر اللي هو لعب عمر كمان عبدالواحد اللي هو عنده لعب اسمه كريم الدبيس عدلته أنا مش فاهم كولر مفروض يعني بالنسبة لي مدرب كبير مفروض مدرب كبير ففكرة اللي أنا هارضي لعب عشان ألاعبه لعبه فأنا مثلا عشان أواعدت اللعب اللي هو هيلعب فأنا مش قادر أقرب من محمد هاني لأن أنا محمد هاني في الأهلي لحد لا يقترب منه شيئة لكي احدش يقدر يقرب من محمد هاني وده اللي قال له لأحد لاعب ينادي الزمالك قال له يا ابني مش هتلعب محمد هاني محدش هلعب عليه حتى هو وحش فأنا مش فهم بقى دي كولر دي مشكلة عند كولر هلأ أنا مش قادر أقرب لمحمد هاني يا عمر كمان مايلعبش خالص yayلعب على عدلته لأنه كل ما بيلعب في أماكن غير عدلته بيبقى وحش عمر كمان النهار ده بلعب عليه عالي فوزي رفع اكتر من اوفر ظهر اكتر من مرة كان مؤثر اكتر منه بشكل كبير جدا مقدرش يغطى عليه مع انه راجل ما عرفش فانا انا مش فاهم كولر بصراحة في القصة دي بالذات ايه الفكرة ان انا هلعبك هلعبك طب ما تقول له مش هلعبك اللي بعد بطوط افريقيا استنى على محمد هاني طب عن ريح محمد هاني اصلا لبطوط افريقيا فقصة الكولر المفروض اللي انا عرفه عليه طبعا انه هو راجل شخصية وراجل اللي هو هيبقى فانا مش عارف هل ما ادي له وعد مثلا انه هو يلعب فخلاص لازم يلعب الراجل كريمي الدبيس دي عدلته كان بيقفل للمنطقة دي بشكل كبير اكتر كان بيطلع ويعمل اوفرات بشكل كبير اكتر النهار ده طهر وعمر الصناعية لم تنجح بشكل كبير طهر النهار ده ظهر الى حد ما افضل من مبارياته السابقة افضل من مبارياته السابقة